بسم الله الرحمن الرحيم والحالة الثانية تخضع للعلاج ما زالت تخضع للعلاج وفي تحسن مستمر وجميع العلامات الحيوية في تحسن وكذلك الأشاعات التي تم إجراءها اليوم في المتابعة تؤكد تحسن الحالة هذا بالإضافة لـ 41 معتمر تم عمل فحوصات لهم في حالات مشتبهة وجميعها سلبية الموقع اللي فيه الشركة اللي كان يعمل فيها الأجنبي الذي يخضع للعلاج ما زال الحجر الصحي قائم وما زال أكتر من 2500 شخص يعمل في هذه الشركة من الشركة والشركات المعاونة لها تحت الحجر الصحي وجميعهم في حالة طيبة ولا يوجد أي اشتباه في أي إصابة العمل الذي تقوم به وزارة الصحة وعمل بتنصيق دائم مع منظمة الصحة العالمية وتنصيق لحزي وجميع فرق المسح الطبي تقوم بهذا العمل مع منظمة الصحة العالمية وجميع البيانات مدققة وجميع التحليل يتم تدقيقها وتبادل البيانات مع منظمة الصحة العالمية في هذا السياق أود أن أشكر جميع العاملين في وزارة الصحة والجهات والمؤسسات التابعة لها على التفاني في العمل والإخلاص في العمل على مدى الأيام السابقة وعلى مدى الشهرين السابقين وأخص بالذكر القطاع التب الوقائي والحجر السحي وفرق العزل وفرق الترصد وجميع وهيئة الإسعاف المصرية وجميع العاملين في المواني والمطارات والمواني البرية وكذلك فرق التي تقوم بالاستقصاء عن جافة المخالطين وجميع العاملين في وزارة الصحة وكل القطاعات والهيئات والمؤسسات التابعة لها وأشكرهم وأشكر زويهم وأثارهم لتحمل هذا النوع من العمل والإخلاص فيه إن شاء الله بكرة بإذن الله نقوم بعمل بيان محدث ولكن في حالة سبوت أي حالة إيجابية في أي وقت ستقوم منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة بإعداد بيان مشترك وأطلع الجميع عليها لحظيا أشكركم